مساكم سعيدنا عودوا من جديد عدنا والعود أحمدوا حللنا أهلا ووطعنا سهلا تحية نضاليا للأحرار والحرائر فقط لا غير الذين دعمون وسندون في وقت محنتنا أما أصحاب الكاش والبركاس الغدارة فليذهبوا إلى مزبلة التاريخ ولا يهمون أمرهم في شيء أحسن إذن خلال هذا المساء نأتي لنسجل الحضور لأن اليوم الذي ناهز أكثر من ثلاث سنوات وأربعة أشهر يوميا بدون انقطاع بدون توقف أبي كونتيني تي سان دس كونتيني تي سان زاري مشي بوقف دل ساعة أو ساعتين مرة في شهور شهور وذلك عندما ينادى عنهم جاوج عيشورا بالتلي كومون فيجمعون البينغا ويأتونا لكي قال لي كيجيبوه الربحة فلولا الأحرار والحرائر لولا الوقوف دينا اليوم لولا الأحرار ما كنتم غاتمشوا في الرجلين إذن نحن في هذه القناة المتواضعة هدفنا أن نقوم بتنوير الجميع سواء مزاولين أو متقاعدين بما يدور في الكواليس بما يتم إخفاؤه بالتحليل المنطقي الموضوعي تلخدموا لا لوجيك ما عدناش يمر حاميني بدون عواطف بدون همكحل لي دارش حاجة مزيان نهنئو عليها ولي دارش حاجة ماشي هيديك نبهوه باشي تجاوزها والخطأ ليس عيبا بل العيب أن يتمادى الإنسان في خطأه فيستحيل فيستحيل أن يتم إعادة نفس الأخطاء التي راكمت هذه الملفات التي وصلت إلى 8 و40 عند بعض النقابات فالآن من أجل بناء نظام أساس متين موحد محفز يضمن نفس الحقوق والواجبات مسار موحد حقوق موحدة واجبات موحدة فيجب أن نطوي مع الماضي والماضي هو ذلك النظام الأساسي الجائر اتفاق منتصف الليل النظام الأساسي الجائر للذي كن أجمع بأنه كان ظالما جائرا خلف ضحايا ونحن أولى الضحايا لذلك النظام الأساسي ضحايا الزنزان التاسعة ضحايا المادة 112 لتقيدنا من أجل فك الحصار علينا من أجل إنصافنا كافئات جد متضررة وخصوصا الذين وضفوا بالسلم التام للباكالوري 186 والجميع يعلموا ذلك عينا اليقين لذلك تم اعتماد المادة 112 وقيدنا بالشرط 15 من أجل فك الحصار على السلم التاسع وكانت هناك ترقية استثنائية والاستثناء يوقف جميع القوانين الجار بها العمل ويبطلها ورغم ذلك دروفنا الكوطة والاعتمادات المالية دينا فتحوا بها باب الطرق إلى 11 هؤلاء اللي الآن ينادون بخارج السلم فهذه الأخطاء لا يجب أن تكرر إذا تكررت فسيكون هناك ضحايا جدد كما كنا نحن ضحايا في 2003 لأن من تدير سلم التاسع الذي يعني المحاصرين في التاسع في طور الانقراد فيجب أن لا تفتح السلم 11 إلا حينما يتم وضع السلم التاسع في طور الانقراد حتى تواحد ما يبقى في التاسع نجد أننا قيدنا لأزهد من 3 سنوات قبل حد من الأسلاك تبقوا فينا الكوطة وتقاعدنا بالتاسع وفلوسنا فتحوا دوزوها دوزو بها صحاب 11 الاعتمادات المالية دينا أحدثت لأزهد من 3 سنوات قبل حدفنا من الأسلاك ورغم ذلك تبقوا فينا الكوطة والاعتمادات المالية دينا يفتحوا بها باب الطرقي للسلم 11 هذا اللي الآن تقول لك نحن أولى بخارج السلم في النظام الأساسي الجديد لأنهم ولفوها في كل نظام أساسي سواء 85 هم الأوائل دازل العاشر في 2003 هم الأوائل دازل 11 والآن يسعون باش استفدوهم الأوائل من خارج السلم باش يبقوا المحاصرين في العاشر الآن ونسبب رحايا الجدد على منوال رحايا الزنزان التاسعة في 2003 عندما تم فتح باب الطرقي إلى السلم 11 إذن الأولوي والأسبقية الآن لكل من كانوا ضحايا لهؤلاء الذين استفادوا من السلم 11 في 2003 هم الأوائل خص جميع هؤلاء الذين كانوا ضحايا لهم يتم إنصافهم هم الأوائل ولهم الأولوية والأسبقية حتى أن في 2007 في 2007 صدرت اللوائح دينا لليس دافون سمطر وزيام قراد دوزيام قراد بالطابل دون من نصنف ديس سيزيون كوليكتيف ويشدوا هذك اللوائح وضمصهم والاعتمادات المالية يدوزوا بها أصحاب الإجازة المصنفين في التاسع ويأخذوا اعتمادات مالية دينا ويحسبوهم بأنهم مرتبون في التاسع ضحايا الزنزان التاسعة وإحنا نتقعدوا بالتاسع ومن يجي الإنصاف يغبروا اللوائح دينا لولا الألطاط لولا الرجال الأحرار والحرار ما كان هذا الملف ليرى النهر ولولا الجداول الترقي التي نتحوز عليها للضحايا الزنزان التاسعة ضحايا المادة 112 ما كان أمزاز اللي يعترف بهؤلاء الضحايا ضحايا المادة 112 ضحايا الزنزان التاسعة لتقعدوا من 2003 2004 2005 وأيضا عشر آلاف وبيتين لتقعدوا من 2003 إلى 2011 إذن كل من كان تطمن يعني تقعدوا بالسلم التاسع وفي أحسن الأحوال السلم العاشر فهم ضحايا لمن استفادوا من فتح باب الطرقي للسلم 11 ابتداء من 2003 ثلاثة وبسبب فتح باب طرق السلم 11 الأفواج للثمانينات لتقيدوا بالثامن لتوضفوا بالثامن الباكالوري 1886 تنتقيدوا من 2003 وتنتقعدوا بعد ثلاث سنوات وتنتقعدوا بالتاسع واللي بقاوا خدامين مزاولين بقاوا كضحايا الزنزانة للزنزانة التاسعة مدازو 2011 لطول ملف للزنزانة التاسعة إذن لا يعقل الناس اللي سبوا هذا التراكم وهذا الانسداء في الترقيات وهذا التأخير في الترقيات لأصحاب الزنزانة التاسعة الذين وظفوا بالسلم الثامن من 80 تستواتمانين أفواج الباكالوريا لا يمكن فتح درجة ممتازة في الابتداء إلا بعد تصفية التاركة وعلى رأسهم من تقادوا بالسلم التاسع ضحايا جميع هذه الفئات الفئة الجد متضررة للانسيين كومباتان للفرائي ميليتان معلمين البقماخيين نصن ديزان دو التران نحترم الجميع ولكن إذا ظلمنا نصبح أسود ولن نسمح في الحقوق دينا أبدا ولن نتكل على أي كان ولن ننسى الخير الذي قدمه لنا الأحرار والحرائر من الشرافاء والشريفات وما هذا لنا الطريقة سالكا وترافعنا من داخل قبة البرلمان على هذا الملف كل من وضف بالسابع أو بالتام يجب أن ينصف لأنهم كانوا ضحايا لفئات أنانية لا تفكر إلا في نفسها ونكتفي بهذا القدر ولنا عودة معكم فهناك أخبار تتقاطر وكل شيء أصبح تقريبا منتهيا فقط لا غير فقط لا غير انتهى الكلام والفئة اللي هي متضررة فعلا فهم حامل الشهوائد العليا مصر وما فوق الدكاطرة هذه فئة تم التعسف حقها وتوقيف ترعيب الشهادات من 2015 فيجب الإنصاف لها بأتن الرجل أما الدرجة الممتازة فهي من حق الأساتد الذين وضفوا أو تخرجوا وعينوا بالسلم الحادي عشر وأيضا من حق المبرزين أما الابتدائي فليس هناك أي درجة ممتازة بل هناك درجة جديدة ومنحتها الدولة والمصالح ديال المالية وستكون في النظام الأساسي الجديد لأصحاب الإجازة لأن التوظيف من 2014 أصبح الإجازة يعين بالعاشر إن ستكون هناك درجة جديدة بعد السلم الحادي عشر وهذا حقهم وهذا حقهم لأن شروط التوظيف أصبحت يعني أصبحت لمم يعني بحال بهال نفس شروط التوظيف سواء في الأسلاك بثلاثة اتداء إعداد تانوي مسار مياني موحد انتهي الكلام إذن في هذه الحالة درجة جديدة للجميع كل شيء تتعين بالعاشر انت لتتختار فقط عندك نفس الشروط للتوظيف ونفس المسار المياني مين باركور هنا تفتع درجة جديدة للجميع سابقا في النظام دي 85 2003 شروط التوظيف تختلف من سلك إلى سلك وأصحاب المسار المياني محدود آنذا هم أصحاب الأساتذة دي السلك التاني كانوا تتخرجوا بالعاشر من ليناس فعندهم 11 و أوريشيل الساتذة دي الإعداد تتخرجوا من سب راح حتى مراكز التكوين كانت مختلفة تتخرجوا بالتاسع عندهم العاشر والحادي عشر أصحاب الابتدائي كانوا تتخرجوا بالسابع عندهم التامي والتاسع ومين هو الذي توظيف بالتام ولا العاشر في 85 وأيضا 95 من أول التاسع فتح باب طرق الحادي عشر ولكن الحادي عشر ستفتح على أساس الذي توظفه في 95 بالتاسع مشي لمن هب وتب إذن الخطأ الذي دار في 2003 وفتح باب طرق 11 هو خطأ هو الذي تسبب الطرق في الملفات إذن فلا يجب أن يتكرر نفس الخطأ وخصوصا أن بن موسى قام بحصر جميع الأخطاء اختلالات تجاوزات نواقص القصور العيوب تشهليب تحراميات اللي كانت في النظام الأساسي 2003 من أجل تجاوزها وتصحيحها لا من أجل تكريز نفس الحيف الذي مورس في 2003 يمارس في النظام الأساسي الجديد 2023 إذن خصو التنقية خصو التصفية خصو التصليح والتصليح لن يتأتى قبل أن يتم إنصاف ضحايا الزنزان التاسعة ضحايا المادة مية وطمعش لتقاعدوا من 2003 2004 2005 وقيدوا في جذاوي الترقي لأزد من ثلاث سنة وتقبل حدفهم من أسلاك وأحدثت المناصب المالية لأزد من ثلاث سنة وتقبل حدفهم من أسلاك وترقية استثنائية وبترخيص استثنائي ورغم ذلك داروا فينا الكوطة وتقاعدنا بالتاسع هذا هو من الأوائل سيتم الإنصاف ليه من بعد يتم إنصاف من هم في العاشر وهكذا دواليك وتصبحون على خير ما تنسوا سبارتاج على نطاق واسع حتى تعمل فائدة تكتر من جماع الإعجاب الليكات فعلوا جرس حتى يصلكم كل جديد ونحن دائما في الخدمة هناك أخبار تتقاطر على النمو مثل المطر مثل المطر عاوش حافظين دك ديال يا إخوتي جاء المطر آه فكرنا فكرنا يا إخوتي جاء المطر هيا نجري تحت الشجر يالله تبارك الله لكم لا يجيب شيخبرتكم مفرحة إن شاء الله والتوفيق للجميع من بعد نتاصلوا بكم لكانتش هازان ديرو أخفيفة رفع وما كينا هذا كب هرقن باب الخميس إذن دائما تحية نضالية فقد الأحرار والحرائر الشرفاء والشريفات لن ننسى الخير ديالهم إحنا ما تنسوش الخير ما تنعضوش اليد التي تمد لنا بالخير بالعكس كل رجل يعقل من لسانه والبعير تتعقل من قرعه وإحنا رجال الكلمة لقلنا تنفوها إذن بلا ما غدا نضروع لذوق إذن كل واحد يخلصوا الله وتحية النضالية ترجمة نانسي قنقر